بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد حياكم الله في حلقة دينة من الحلقات قصة حديث و معنى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها أن الإنسان ينتبه إذا حصل هناك بينه وبين أحد خصام أو غيره و أنه لا يتعد على الإنسان بتعدي زائد فيهدر حقه أو يضيع أو لا يكون له حق في هذا الأمر أو تكون عليه الدية إذا أذى إنسان و أصابه بشيء من الإصابات و هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك و له سبب و له قصة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة أتدع يده في فيك فتقضمها كقضم الفحل و تريد أن تشتكي عليه يعني هذا رجل خاصم رجل يعني ثنين تهاوشه فقام واحد منهم و يعني كما يقال عندنا بالعامية قضم أو عض هذا الرجل الذي تهاوش معه هذا اللي تهاوش معه لما عض هذا اللي تهاوش سحبيده يوم سحبيده من أسنانه أسقط ثناياه أسقط ثناياه هذا الذي عضه الذي قضمه بأسنانه فالذي سقطت ثناياه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي على هذا الرجل الذي حصل بينه وبين هذا الإنسان مخاصمة و كما يقال عندنا بالعامية هوشه و قال يا رسول الله لما عضيته قضمته سحبيده فسقطت ثناياه فأريد الدية أريد أن تعطيني و في الفقه أن الأسنان كل سن لو إنسان ضرب إنسان وأسقط أسنانه في كل سن لها مقدار سواء مقدار مالي يقدره القاضي أو مقدار من الإبل ففي الشارع يعني بعض أهل العلم ذكر أنها خمس من الإبل في كل درس خمسة من الإبل لو إنسان ضرب إنسان وأسقط أدراسه فإنه يعطى عن كل درس خمسة من الإبل لكن هذا الإنسان الذي سقطت أدراسه ضيع حقه كيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتجعل يده في فيك وتريد ما يسحبها يعني أنت الآن قاعد تقضم يده وهو يتألم وتريد يخليها في فمك أكيد رح يسحبها فلما سحبها وأسقط دراسك و أنت كنت قاضم عليها و شاد عليها أنت الذي سببت لذلك لنفسك أنت الغلطان أنت الذي عضيته و هذا غلط و بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفعل أحدكم كما يفعل الفحل من الإبل يقول أنت بعير قال لي يفعل هذا البعير الذي عض البعير مو إنسان فأنت لما عضتها و سقطت هذه الأضراس سقطت أضراسك أنت بسببك جعلت هذا الأمر اذهب فإن أضراسك هذر ما لك تعويض ما لك شيء من الدية و لا شيء من المال و لا شيء من الإبل لماذا؟ لأنك أنت السبب مو معقولة إنسان يعني تقضم بفمك و بأضراسك ثم تقول لا تسحب لا تسحب إيدك خنيه مو معقولة لأن الإنسان يتعلم سيسحب إيده و كذلك هذه الأضراس ستسقط إذا كانت هذه الأضراس أيضا و ليست بقوية ستسقط و تطيح فأنت السبب في ذلك و لذلك ينتبه الإنسان في مثل هذه الأمور خاصة في الأمور خاصة التي يعني فيها أحكام شرعية و فيها دية و فيها قصاص و فيها تعويض و مثل هذه الأمور فإن الإنسان ينتبه و قس على ذلك كل الأمور التي تقع من الإنسان في تعدي على الناس سواء ضربه مثلا رأسه أو شج وجهه أو مثلا ضربه في عينه أو كسر يده كل هذه سيعوض عليها و فيها الديات التي ذكرها الفقهاء العينين فيها دية كاملة عين واحدة فيها دية واحدة أو نصف الدية الأذنين فيها دية كاملة أذن واحدة فيها نصف الدية و هكذا اليدين فيها دية كاملة يد واحدة إذا انكسرت أو انقطعت فيها نصف الدية و هكذا و قس على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم رده و قال له أن يدك هذه هدار أن يدك هذه أو أضراسك التي سببت بها في هذه المشكلة أو هذه الحادثة أن ليس لك فيها تعويض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا و إياكم للفقه في الدين و تعلم التأويل سوف نذهب نفاص يسير و نكمل معكم ما توقفنا عنده بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله و الصلاة و السلام و على رسول الله و على آله و صحبه و من و علىه و بعد عدنا إليكم و هذا أيضا حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها سبب من أسباب ورود الحديث و هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه و أرضاه أتشفع في حد من حدود الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي أسامة مستنكرا و و معاتبا له أتشفى في حد من حدود الله يعني إذا إنسان وقع في ذنب من الذنوب سرق قتل زنا شرب خمر و ثم رفع إلى القاضي رفع إلى الأمير خلاص سيطبق عليه الحد ما يجوز الإنسان يروح خاصة إذا هذا الإنسان ما هو يعني ما هو مظلوم إنما إنسان وقع منه هذا الأمر و تروح تتوسط عشان طلعه تتوسط عشان ما يحطون عليه عقوبة ما يجوز حرام فهنا هذه امرأة لهذا الحديث له سبب أن امرأة قراشية رفيعة النسب سرقت و اكتشف هذا الأمر أنها سرقت و كانت ذو نسب و مكانه فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقطع يدها سيطبق عليها الحد و لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمونا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لين الجانب جاء قومها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوسطون يخفف عنها العقوبة فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم لين الجانب ثم سألوا أي الصحابة يمون على النبي صلى الله عليه وسلم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوسط عند النبي صلى الله عليه وسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامه فقالوا ابن حبه و حبيبه أسامى ابن زيد أبوه زيد ابن حارثة كان يسمى زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم تبني و هذا ابن هذا الصحابي زيد أسامة فهو ابن حبه و حب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا فكلموا فذهب أسامة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قومها يريدون أن تخفف عنها و جايبين أربعين أوقية ذهب خذ الأربعين في داع هذه و أعطها للقوم الذين سرقوا من سرق منهم هذه الأمور و أعطها لهم و خلهم يرضون و يتنازلون فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو من أسامة اللي حبه قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ما يجوز لو أن فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الصحابية الجليلة شوف وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم شوف حتى يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان الإنسان مهما أنت تأتون إلى مرأة قرشية لو كانت بنتي فاطمة ابنة محمد سرقت لا قطعت يدها لا أقمت عليها الحد و حاشاها أن تفعل ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في الأمر حتى يبين لو كان واحد من أخص الناص لي لو زوجة من زوجاتي لو بنتي لو أحد أولادي يفعل هذا الأمر أو قيم عليها الحد ما في واسطة في حدود الله سبحانه وتعالى و أيضا في حديث آخر قال تعجبون أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرتم علي في حد من حدود الله وقع على أمى من إماء الله سبحانه وتعالى هذا أمر الله سبحانه وتعالى لماذا؟ و الذي نفسه بيده ثم ذكر الحديث صلى الله عليه وسلم فهنا يتبين أن الحدود إذا جاءت عند القاضي أو عند الحاكم لا بد من إقامتها ما في واسطة فيها لا بد من إقامتها و أما إذا لم تأتي لم تصل قبل أن تصل إلى القاضي يجوز إنسانا أن يتوسط فيها و عدم تطبيقها و أن لا يقام عليه الحد أو لا حلها بأودي حلها ما بين هذا الذي يسرق منه أن نأخذ هذا الرجل و نخليه يعتذر و يرد الذي يسرقه و هكذا لكن إذا وصلت إلى القضاء وصلت إلى الحاكم لا بد من تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى و منه القضاء و في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا و إياكم المحب و يرضى و أن يأخذ بنا وصينا للبر و التقوى و إلى حلقة نديدة من حلقات قصة حديث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر